نبيك اللهم نبيك 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 تقطعت السبل بملايين المسلمين إلى بيت الله الحرام لحج هذا العام مع انتشار فيروس كورونا الإجراءة الوقائية فرضت حجا مختلفا اقتصر على المئات بدل مئات الآلاف في إجراءات حملت عنوان حج آمن وصحي وبينما بلغ عدد الضيوف الرحمن العام الماضي نحو مليونين ونصف المليون حاج فإن عددهم هذا العام لم يتجاوز عشرة آلاف كلهم قدموا من داخل السعودية سبعون بالمئة منهم من المقيمين والبقية من المواطنين غابت عن الطواف هذا العام مشاهد التدافع من أجل الاقتراب من مقام إبراهيم ومنع الحجاج من لمسه أو الاقتراب منه بينما جهزت السلطات السعودية مسارات مخصصة بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي أما سجادات الصلاة فقد جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سجادة لكل حاج معدة للاستخدام الواحد ضمن حملة خدمة الحاج والزائر ليست هذه المرة الأولى التي تتكسر فيها أحلام الحجاج في زيارة بيت الله الحرام بعد أن وقف فيروس كورونا حائلا دون تحقيق هذه الفريضة فقد منع وباء الطعون مرات عدة خلال العصور القديمة إقامة الشعائر الدينية بعد أن قضى على عشرات الآلاف بينما منع وباء أفلوانز الخنازير عام 2009 المسنين والمرضى والأطفال من أداء فريضة الحج خوفا من نشر الوباء ورغم خيبات الآمل والحزن الشديد في نفوس ملايين المسلمين حول العالم ممن كانوا ينون شد الرحال لأداء فريضة الحج تبقى القلوب مربوطة بالبيت الحرام على أمل اللقاء في العام المقبل لمن استطاع إليه سبيلا ترجمة نانسي قنقر